يا سادة احنا لابد ان احنا نعترف ان لما كانوا زمان بيقولوا احنا بنشتري الراجل كانت الراجل معناها ان واحد بيتقي الله الراجل معناها ان في واحد فاهم يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيثبت الناس عارف يعني ايه ان هو بيعيش بمدد الله ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه ورجال لا تلهي تجارة ولا بيع يبقى الناس دي رجالة رجالة بمعنى ان هم عارفين ان هم مش لوحدهم وكأن الرجولة دي هي السند هو معنى من معاني الاحساس بمدد الله وسند الله الرجولة يا سادة جملة من المفاهيم مفاهيم متعددة مش مفهوم واحد الرجولة صدق الرجولة مرؤة الرجولة كمان عزب والرجولة مسئولية والرجولة انتاج يبقى اذا لازم نعرف ان من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه يبقى فينا مزج كتيرة لازم نشوفها ونتعلم منها الرجولة رجولة منها ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ممكن نشوف حضرة النبي هو بيعلم لانسان ان هو يبقى راجل من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له ليه بات مغفورا له ده بات مغفورا لا لانه راجل وكأني اللي هيجلب لك المغفرة الرجولة اللي حاصل ان كتير من الناس سبب فساد المفاهيم اللي حصل لنا نسمع مثلا ناس تقولك انا مش قادر ويستدلوا بان ايه بقولي تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا 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 ما تحاولش تعمل كده ما تحاولش تهرب من مسئوليتك ما تحاولش تغير من تهرب من انك انت تغير من نفسك عشان تحافظ على بيتك ايه الرجل راعن في بيته لازم تبقى رجل عشان ترعى بيتك وهو ده اللي خلى المرأة تأتي مع الرجل اللي اتنين رجالة بيرعو ما تقولش انا خلاص فضية ومش قادر لان انت بعد كده بتقدر تعمل حاجات اشد من كده لما تكون عندك ارادة يبقى مفهوم الوسع لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني اذا كلفك الله سبحانه وتعالى فهذا في وسعك يبقى مفهوم الوسع عندنا المزاج اللي انا عايزه مش اللي انا قادر عليه وده مفهوم غلط للوسع الوسع هو ما استطيع ان افعله لكن تيجي نفسي الامارة بالسوق تقول لي والله انت لو عملت كده مزاجك هيتعكر انت والله هتتدايق اقول خلاص انا خلاص وكان من اسوأ الحاجات الاستغلال لبعض العبارات زي اعتزن ما يؤذيك اه بس انت ما يؤذيك دوت لو كان هو مش عجيه على مزاجك انت ممكن تكون الراجل وتستمر حتى لو كان فيه شيء يؤذيك ما انت بيؤذيك ان انت تيجي على نفسك شوية وتكتهت في الدراسة بس دي رجولة الناس بقى عندهم قلة صلابة وقلة صمود وقلة تماسك وده معناه ان الرجولة قلت سواء في الذكر او في الانثة انا اقول لكم حاجة انا بقول لكم باعتباري خبير في الارشاد الزواجي بقول لكم اهو ان احد اهم من مسببات الطلاق قلة الرجولة عند الرجل وعند الست ما بقى اناش نستحمل اقول لكم حاجة كتر الكلام عن الصحة النفسية وان احنا بنبحث عن الصحة النفسية قلل لدينا الصمود النفسي كل ما نقرأ انا والله انا بسعى ان انا يبقى عندي صحة نفسية انا بسعى ان انا يبقى عندي صلابة نفسية والله الكلام ده بيخليني مش قادر اتعامل لان انا حاسس ان انا مش متازن نفسية طب و الاتزان النفسي ده هيجي لك من غير ما تسعى وقل اعملوا فسير الله عملكم هيجي لك المدد لما تعمل يبقى الرجولة هي أحد تجليات تثبيت الإيمان في قلب العبد هما دولة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ويثبتوا الله الذين أمنوا بالقول السابت هما دولة لها أم أهل السابت بالعكس الرجولة هو التجلي الصحيح والمساوي الصحيح للمؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف آه هي دي فالناس بقى عايزين يكسبوا فلوس بسهولة ومن غير مجهود فلجأوا ليه تعالوا نشوف تجليات عدم الرجولة فلجأوا لعرض خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عشان المشاهدات تجيب لهم فلوس ولو على حساب الرجولة حتى الشغل الراجل في الشغل هو المطق اللي عمله